بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرت السيدين على رسول الله وعلى أهلي وصحبه أجمعين أشباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم نهر ده تحت العنون ودعيت واحد من ضمن النقاط الجميلة خالص في الامبورتينج لأنه دعم الامبورت من ملف ستوري لاين موجود قبل كده وطبعا المهارات تقريبا أخذناها يعني هتبقى برضو من السهل نحن نعملوها من قيمة من فايل امبورت هقول له الله هي ستوري لاين وهي هحدد ملف الستوري لاين اللي أنا عايز عمل إبورتينج مي لي يعني أنا معايا ومسلا كويستنبلت وعندي انطايتل ده البروجيكت بتاعي أنا أختار الكويستنبلت وابتدي أعمل أوكي هيبتدي أريد لي ده التنبت لحنا كنا نزلناها جماعة عمل لنا وده ونلود من الكوميونيتي بتاع أرتيكولات حدد السلايتز اللي انت عايزها ورسلك تقول مسلا هو بتجي تعمل على على سيم امبورت ولا أنا أقول له الله أنا عايزه في نيوسين وخليه مسلا اسمه كذا وهعمل امبورتينج عليه هيبتدي ينزله لي كأنه سيم كامل يعني خلوا نعمل فت بس للويندو هذه الجانب الخاص بالكويس فأنا لو عملت بريفيو للسنس دات يا جماعة هيبتدي يظهر لي الجانب ده ده الطريقة اللي أنا أنا بعمل بيها امبورت الملف كويس ام مش 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 شرط اقصد كويس يعني اقصد كتمبلت قريدي معمول ببرنامج تمام حتى هو كامبل اكستنشن بتاعه لو الناس اخذت بالها هو احنا اقصد كامبل اكستنشن ستوري يعني هو اخذ اكستنشن بتاع البرنامج ام بداية الفكرة بتاعة الامبورت ام من 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 ارتكوليت ام استوري لاين برجكت ام سبحانك اللهم ربنا بحمدك لا الى هلا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته